الاستغفار أمان لأنه موصول بالله سبحانه وتعالى وموصول بالحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أسرار هذه الحالة العظيمة وهي طلب المغفرة من الله أبحث عن الأمان فيما خلفنا فيه رسول الله لا نقول ورثنا نعم هناك نص يقول إن الأنبياء لا يورثون درهما ولا دنارة لكنهم يورثون العلم فمن أخذ به فقد أخذ بالنصيب الأكبر لكن هناك أيضا مدرسة أخرى تقول الذي يورث أو يورث هو الذي مات فمن تعلق بالباقي يبقى ومن تعلق بالفان يفنى ومتصلة بالحي واتصالها بالحي يحييها ومتصلة بمن رفع الله ذكره فهي مرفوعة للذكر إذن الاستغفار شأن من شؤونه روح له الفداء ما معنى الاستغفار؟ الاستغفار أني أنكسر بين يدي الجبار أرجو منه المغفرة يقولون من تعرض للانكسار بين يدي الجبار جبر وجاءه الانجبار ما بعد الانكسار إلا الانجبار كما قال سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام فلا يكون إكرام إلا إذا سبقه جلال من الله سبحانه وتعالى فالاستغفار هو إنكسار بين يدي الحق طلب للمغفرة من الحق سبحانه وتعالى أنت في هذا الخط الرفيع وفي هذا المقام العظيم أنت في أمان عندما تبحث عن الاستغفار فأنت في أمان فالاستغفار أمر عظيم هو انكسار بين يدي الحق سبحانه وتعالى والأمة إذا استغفرت نسبت لربها سبحانه جل جلاله وتعالى في علا فهو الذي قال في قرآنه الكريم المنزل على قلب حبيبه المرسل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقلت استغفروا ربكم 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 يا أمة محمد يا أمة الحبيب الله يقول فقلت استغفروا ربكم معبودكم إلهكم خالقكم موجدكم مصوركم الذي أخرجكم من العدم أسبل عليكم وابل من النعم إسباغ للنعم في كل وقت وفي كل حين هذا هو الله عز وجل يقول فقلت استغفروا ربكم ما الذي يحصل إنه كان غافرا لا إنه كان غفارا صفة مداومة ومبالغة لمن؟ لكل من أذنب فمن الذي لم يعصقت ومن له الحسنى فقط محمد الهاد الأمين من عليه جبريل هبط صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان في كل يوم يستغفر الله إذن كل إنسان لم يكن نبيا لابد له أن يستغفر لابد له أن ينكسر بين يدي الحق سبحانه وتعالى ساداتنا الأنبياء يستغفرون وينكسرون بين يدي الحق ومع الإنكسار يأتي الإنجبار الاستغفار طهارة للقلب فهو أمان الاستغفار تطهير للروح فهو أمان الاستغفار نظافة للسريرة فهو أمان الاستغفار سلامة للقلب فهو أمان إلا من أتى الله بقلب سليم القلب الذي يستغفر الحق سبحانه وتعالى لكن من باب التجربة الله تبارك وتعالى أعطانا في القرآن الكريم أوقات مواقيت لها أسرار قال سبحانه وبالأسحار هم يستغفرون لما في الأسحار؟ وما فوائد الاستغفار؟ أنا أريد المال إنسان في الحياة يمشي يأكل يشرب يأكل من رزق الله يمشي في الأرض يبغي رزق الله عز وجل نقول له إن أردت الرزق الواسع من الله عز وجل فأكثر من الاستغفار ثم يأتي إلينا إنسان آخر يقول أنا عندي مزرعة وأنا في مواقيت لا يوجد فيها مطر أريد الماء أريد الأمطار نقول له أكثر من الاستغفار